دعا المنصق الأممي للسلام بالشرق الأوسط تور وينسلاند دعا جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق فورا بشأن مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين والأسرة وقال وينسلاند في تدوينة عبر منصة إكس إنه ليس هناك بديل مشيرا إلى أن تكلفة التأخير كل يوم هي مزيد من الأرواح وأضاف المسؤول الأممي أنه زار غزة وشهد الأثر مدمر للأعمال القتالية مشددا على أن مشاهد الضمار ومعاناة الفلسطينيين موجعة ودعا نسلاند لسرعة التحرك لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي واجهها قطاع غزة